اشتركوا في القناة وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم افتع علينا بخير واختم بخير واجعل عقبة أمورنا على خير نكمل في كتابنا فهم المسموع القسم الأول في الوحدة الخامس عشر أسباب الخلافات الزوجية أسباب الخلافات الزوجية causes of marital disputes أسباب الخلافات الزوجية ما أسباب الاختلاف بين الزوجين؟ هناك أسباب كثيرة للاختلاف بين الزوجين وإليك أكثرها شيوعا السبب الأول سوء الاختيار أو بمعنى آخر عدم مراعاة الضوابط الشرعية التي وردت في اختيار المرأة أو في اختيار الرجل ولذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا الأسس التي بموجبها يختار الرجل شريكة حياته وأم أولاده قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها وجمالها ودينها فاذفر بذات الدين تربت يداك زكر الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة مقومات كانت ولا تزال موجودة قال في آخرها فاذفر بذات الدين تربت يداك فإذا اختار الرجل امرأة ذات دين فإن هذا هو الأساس الأول وهو القاعدة الأولى للبيت المسلم إذ إن هذه المرأة ستكون مربية الأجيال وحاضنتها وتكون مصنع الأبطال ومدرستهم قال صلى الله عليه وسلم أيضا مرشدا النساء وأولياء أمورهن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذن ما أسباب الاختلاف بين الزوجين مع الاستفامية هناك أسباب كثيرة للاختلاف بين الزوجين There are many causes of marital disputes وإليك أكثرها شيوعا Here are the most common ones الأكثر شيوعا Most common السبب الأول The first cause سوء الاختيار Bad choice أو بمعنى آخر In other meaning عدم مراعاة الضوابط الشرعية التي وردت في اختيار المرأة أو في اختيار الرجل عدم مراعاة الضوابط الشرعية Failure to observe legal controls to choice the woman or the man لذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا الأسس التي بموجبها يختار الرجل شريكة حياته وأم أولاده الأسس The basic That The man Who must choice His Partner شريكة حياته وأم أولاده And the mother of his Children هذا هو الحديث الشريف تنكح المرأة لأربعا لحسبها ومالها وجمالها ودينها A woman may be married for four reasons لحسبها لحسبها prosper تريبت تريبت يا ذاكا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة مقومات كانت ولا تزال موجودة أربعة مقومات هي أربعة أسس أو الأساس الذي يختار منه الرجل زوجته كانت ولا تزال موجودة كانت ولا تزال موجودة where and still is present قال في آخرها في آخرها ودينها قال في آخرها the last one ودينها فاضفر بذات الدين تريبت يداك فإذا فإذا اختار الرجل امرأة ذات دين فإن هذا هو الأساس الأول this is the first basic الأساس الأول ثم كهو فعل مضارع مبني للمجهول بضم أوله وفتح مقابل آخره المرأة نائب فاعل مع المبني للمجهول لا نقول فاعل نقول نائب فاعل with passive verb we don't say subject we say نائب فاعل لحسبي وما ليجار ومجرور اذ فر فعل أمر مبني على السكون تريبا فعل ماض مبني على الفتحة التأنيس الساكنة تريبا والفاعل ضمير مستطر تقديره أنت يدا مثنى منصوب بالألف يدا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فعل ماض مبني على الفتحة الرسول فاعل مفعوب الضم أربعة مفعول به أربعة مقومات كانت ولا تزال موجودة كان لا تزال من أخوات كان نذكر على الجملة الاسمية كانت المقومات موجودة اسمها ضمير مستطر تقديره هي هي موجودة خبرها منصوب أيضا اصفر فعل الأمر اختار فعل ماض مبني على الفتحة الإنسان فعل مرفوع بالضمة امرأة مفعول به إذن فإن هذا هو الأساس الأول وهو القاعدة الأولى للبيت المسلم إذ إن هذه المرأة ستكون مربية الأجيال وحاضنتها وتكون مصنع الأبطال ومدرستهم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مرشدا النساء وأولياء مورهن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذا أتاكم من ترضون if there comes to you one with whose character من ترضون دينه وخلقه with whose character and religious commitment commitment you are pleased إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه one with whose character and religious commitment you are pleased فزوجوه then marry your daughter or female relative under your here إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير if you don't do that there will be فتنة in the land فتنة في الأرض وفساد كبير and wide spirit corruption إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير if there comes to you one with whose character and religious commitment you are pleased then marry your daughter or female relative under your care to him for if you don't do that there will be fitna in the land and wide spirit corruption إذا ظرفية شرطية غير جازمة أتى فعل ماض مبنع الفتحة المقدرة على آخره من ترضون هنا من اسم موصول بمعنى الذي ترضون أنتم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة دين مفعول به وخلق معطوف عليه زوج فعل أمر مبني على حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة إلا تفعلوه تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير تفعلوه فعل مضارع عفوا فعل ماض مبني على الضمة لاتصاله بواو الجماعة تفعلوه أنتم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير تكون فعل ماض ناقص أخوات كان فتنة اسمها منصوب في الأرض جار ومجرور وفساد معطوف عليه تكون فتنة تكون فساد كبير صفة لها سأل رجل لديه بنت يريد أن يزوجها الحسن البصرية رحمه الله تعالى فقال له زوجها لصاحب الدين فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها ولذا فإن غياب هذه الضوابط ربما كان أساسا من أسس المشكلات الزوجية والاختلاف بين الزوجين لا يلام عليه الإنسان إذا تحرى فبان ما تحراه بخلاف ذلك لكن يلام على التفريط تكملة لهذا الحديث الشريف أو الحديثين الشريفين سأل رجل لديه بنت أمان وإن كرهها لم يظلمها ولذا فإن غياب هذه الضوابط الضوابط الشرعية المقومات الزواج ترضون خلقه ودينه فإن غياب هذه الضوابط ربما كان أساسا من أسس المشكلات الزوجية والاختلاف بين الزوجين لا يلام عليه الإنسان اللوم لا يلام عليه الإنسان إذا تحرى فبان فظهر ما تحراه بخلاف ذلك لكن يلام على التفريط زوان يتحرى 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 مبني على الفتحة رجل فاعل مرفوع بالضمة يريد فاعل مضارع مرفوع بالضمة أن يزوج فاعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبي الفتحة يزوج الحسن مفعول به زوج فاعل أمر مبني على السكون إن أحب أيضا أحب فعل مضارع منصوب بأن أن إن كي إن أحب فعل مضارع منصوب بأن أكرم إن أحب أكرمها فعل مضارع مبني على الفتحة وإن كره ها عفوا هنا إن الشرطية وليس حرف ناصب أحب فعل مضار مبني على الفتحة أحب هو أحب إن أحب أكرم أيضا فعل مضار مبني على الفتحة إن الشرطية عندنا فعل الشرط وجواب الشرط وإن كره ها لم يظلم ها يظلم فعل مضارع مجزوم بلا معلامة جزمه السكون وجملة لم يظلم جواب الشرط إن كره ها لذات إن غياب هذه الضوابط إن حرف مشبه بالفعل غياب اسم إن منصوب هذه الضوابط هذه اسم إشارة مبني على اسم إشارة مبني على الكسر في محل خبر إن إن غياب هذه الضوابط مضاف إليه ربما كان أساسا كان فعل ماض ناقص أساسا خبرها واسمها محذوف مستكر ضمير مستكر يلام فعل مضارع مرفوع بالضمن إذن أن هنا حرف ناصب إن هنا أداة شرط أحب فعل الشرط أكرم جواب الشرط السبب الثاني إذن السبب الأول سوء الإختيار السبب الثاني عدم مراعاة الآداء الشرعية في كثير من الأمور عدم مراعاة الآداء الشرعية في كثير من الأمور في كثير من الأمور من الأمور من الأمور من الأمور لذا لو نظرنا في كثير من الآداب لوجدنا مصلحتها ظاهرة أيما ظهور قال قال أسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه ومن الآداب الشرعية ذكر الله عند دخول البيت فقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم وإذا أكل فقال بسم الله قال لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يقل بسم الله قال الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت فإذا أكل ولم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء إذن سيكند توز عدم مراعاة الآداب الشرعية في كثير من الأمور الآداب الشرعية التي نأخذها من السنة في حياتنا اليومية لذا لو نظرنا في كثير من الآداب لوجدنا مصلحتها ظاهرة إذا أراد أن يأتي أهله who means to have enter causes with his wife قال بسم الله He say the name of Allah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا O Allah keep us away from the devil جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا and keep the evil away from that you has provided us فإنه إن يقدر بينهما بولد should it be ordent that a child لا يضره الشيطان that a child be born to them thereby no devil will harm it فإنه إن يقدر بينهما بولد لا يضره الشيطان ومن السنة أن يمسح الزوج على رأس امرأته to put his hand on the head of his wife ويسأل الله خيرها and ask Allah the good of her وخير ما جبلت عليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه أيضا also from etiquette ومن الأدام الشرعية ذكر الله عند دخول البيت when we enter to the house we say فقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته if the man or anyone enter to his house فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه قال الشيطان says to his followers لا مبيت لكم you will don't sleep here وإذا أكل فقال بسم الله قال لا مبيت لكم ولا عشاء also when if he want to eat say بسم الله الشيطان قال to his followers لا مبيت لكم ولا عشاء no bed for you here and no dinner فإن دخل ولم يقل if he didn't didn't say بسم الله فإن الشيطان قال لأعوانه say to his followers أدركتم المبيت you will sleep here فإذا أكل ولم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء you will sleep here and have the dinner نظرنا نظرنا فعل ماض مبني على السكون لاتصال لنا الفاعل نحن نظرنا أيضا وجدنا لو وجدنا مصلحة مصلحتها ظاهرة مصلحة مفقود به ظاهرة صفة لها قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أن يأتي هنا يأتي فعل مضارع منصوب بأن أراد فعل ماض أهل مفقود به قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا جنبنا هنا فعل الدعاء مبني على السكون جنب أيضا هنا حركة بالكسر منعا لارتقاء الساكنين مبني على السكون فعل أمر مبني على السكون أو فعل الدعاء الشيطان الشيطان مفقود به إن يقدر إن حرف أيضا شرطية يقدر مبني على فعل مبني للمجهول يقدر بضم أوله وفتح ما قبل آخرين يضر فعل مضارع مفقود الضم الشيطان مفعول به أن يمسح يمسح فعل مضارع منصوب بأن الزوج فاعل مفقود الضم يسأل معطوفة عليها ويسأل أن يمسح ويسأل الله لفظ جلال مفعول به دخل فعل ماض مبني على الفتحة قال الشيطان فعل وفاعل فعل ماض مبني على الفتحة أدركتم فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاع الفعل المتحركة أدركتم أنتم أكل فعل ماض لم يقل يقل فعل مضارع مجزون بلم مجزون بلم قال يقول قل يقل ولم يقل السبب الثالث التدخل في شؤون الزوجين من قبل الآخرين The others enter France in the spouse's affairs التدخل في شؤون الزوجين من قبل الآخرين From by others السبب الرابع غلاء المهور وإن وإن مهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومهور بناته لا تعد أواقيا لا تبلغ الاثنتين عشرة أوقية ونصف الأوقية وأعظم النساء بركة أيسر هن مؤونة المهور المهر 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 الغالي مهور زوجات الرسول صلى الله النبي صلى الله ومهور بناته لا تعد أواقيا أواقيا old system of weight من الأوزان القديمة لا تبلغ الاثنتين عشرة أوقية ونصف الأوقية the highest one twelve and half أوقية وأعظم النساء بركة the greatest woman بركة أيسر هن مؤونة the easy of المهر إذن غلاء المهور وإن مهور زوجات النبي صلى الله ومهور بناته لا تعد أواقيا لا تبلغ الاثنتين عشرة أوقية ونصف الأوقية وأعظم النساء بركة أيسر هن مؤونة السبب الخامس بعض الزوجات لا تقدر ظروف زوجها المادية some wives doesn't take care about ظروف زوجها المادية about conditions of his financial wife husband بعض الزوجات لا تقدر ظروف زوجها المادية financial فتره كاهله بالطلبات وَلِذَا نَجِدُ كَثِيرًا من الشباب الآن مثقلة ظهورهم بالديون نتيجة لانفتاح باب التخصيط على أوسع أبوابه فكل فكل ما تلذّه عينه ابتداء من السيارة وانتهاء بأصغر قطع الأثاث ومرون بالمنزل على ما على الشباب إلا أن يحدد المواصفات لصاحب الشركة التي يوفر ذلك الأساس الفاخرة ويسجل ذلك على ظهر الشباب دينا يثقل كاهله لذا نجد كثيرًا من الشباب وي نجد الكثيرًا الآن الآن مثقلة ظهورهم بالديون لذا لدينا أجريت ديتس الدين ديتس مثقلة ظهورهم بمعنى الحمل الثقيل نتيجة لانفتاح باب التقصيد because the open door of التقصيد التقصيد installment على أوسع أبوابه وكل ما تلذه عينه what he love what he think what he want ابتداء من السيارة cars وانتهاء بأصغر قطع الأثاث and the smallest piece of furniture ومرورا بالمنزل until the house ما على الشباب just just the one إلا أن يحدد المواصفات to give them the quality for the owner of company الذي يوفر ذلك الفاخر that provide him by the lecture الأثاث ويسجل ذلك all of that على ظهر الشباب دينا يثقل كاهلا الكاهل his shoulder and all that by the debts that became a lot of his shoulder هذا المعنى أو التشبيه إذن ولذلك نجد كثيرا من الشباب الآن مثقلة ظهورهم بالديون نتيجة لانفتاح باب التقصيط installment على أوسع أبوابه فكل ما تلذه عينه ابتداء من السيارة وانتهاء بأصغر قطع الأثاث الفاخر قلنا الأثاث furniture مرورا بالمنزل على ما على الشاب إلا أن يحدد المواصفات زا كواليتي لصاحب الشركة فورزا كامباني الذي يوفر ذلك الأثاث الفاخرة ويسجل ذلك على ظهر الشباب دينا يثقل كاهلهم نجد فع المضارع مرفوع بالضمة الفاعل نحن مستتر كثيرا مفعول به مثقلة حال منصوب بالفتحة أن يحدد دافع المضارع منصوب بأن المواصفات مفعول به منصوب على متنصب الكسر وضع الفتحة لأنه جمع مؤنف سالم يوفر فع المضارع مرفوع بالضمة فالفاعل هو ذلك الأثاث مفعول به يسجل أيضا فع المضارع مرفوع بالضمة يثقل فع المضارع مرفوع بالضمة كاهلة مفعول به يثقل الدين كاهلهم نعم هذا هو درسنا حول أسباب الخلافات الزوجية القراءة نص من الفهم المسموع نص الله صفحة تعالى لنا ولكم التوفيق ننهي درسنا إن شاء الله إلى حضرتنا صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه والمجتهدين الماضين والعلماء العملين والأعودياء الصالحين وإن شكرا تكررتكم من المجتمع تعالية قد تنس الله تعالى رحمة زكية ونور الله تعالى ومباركة وععد الله تعالى علينا ومفتوه 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 اشتركوا في القناة